طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب وللطريقي كي أراه يطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة صناعة الرسول عليه الصلاة والسلام ربط يوم القيامة صلاح الأعمال كلها بصلاح الصلاة وهذا يجعلنا أمام سؤال هل الصلاة تتعلق بالحياة كلها سنقف عند هذه المعنى وهذا المفهوم والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي تلقاها كما تعلمون أيها المشاهدون الأفاضل والمشاهدات الفاضلات هي الفريضة الوحيدة التي تلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا مباشرة وقد كنا سنصلي خمسين صلاة خففت بخمس صلوات بمحاور التخفيف السبعة وسنقف عندها إن شاء الله في لقاء قادم لكن هذا الحديث دلالته أن الصلاة تتعلق بالحياة كلها أي بأعمال الفرد في حياته كلها فيقول عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث عن أبي وريط رضي الله عنه وعرضاه ثم نتأمل في هذا النص الإلهي ربنا جل وعلا عندما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ربنا جل وعلا في هذه الآية لم يقل ختم الله جل وعلا هذه الآية والله يعلم ما تعملون والله يعلم ما تفعلون إنما قال والله يعلم ما تصنعون إذن الصلاة صناعة تصنع الفرد المسلماء بمحاور الصناعة الخمسة وأنا أضع هذه المفاهيم البسيطة المتواضعة أنا لست معلما عليكم إنما أضعها فقط من خلالها إن شاء الله نصل إلى بعض الفوائد ثم بعد ذلك لا شك أن لعلمائنا الأجلة ولدعاتنا الفضلاء محاور أوسع من ذلك لكن نصوص القرآن عامة ينبغي أن نقف عندها بعد الفهم استنباطا للدروس والعبر لأننا مطالبون أن نعمل بالقرآن ولا يمكن أن يعمل الإنسان بالقرآن إلا من خلال فهم ومن خلال استنباط أي أنه يربط القرآن بالواقع الذي يعيشه فالصلاة تصنع المسلم صناعة نصيغه صياغة بمحاور الصناعة الخمسة أولا صناعة الفرد قلبا والرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا على سبيل المثال للحصر من حديث عليه الصلاة والسلام في السبعة التي الذين يضلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله حيث يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يضلهم الله يوم لا ظل إلا ظل وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد الصلاة تصيغ القلب في الفرد المسلم صياغة قلبية صافية نقية والقلب هي منطقتك الحرة التي تملكها أنت لا يستطيع لأحد أن يصل إليها إلا من خلال إرادتك أنت لا يستطيع الإنسان أن يكره الإنسان بمشاعر معينة يؤثر بها على قلبه إلا من خلال إرادته ويوم أن يكره الإنسان لا قدر الله بعمل شيء بإكراه شديد من خلال جوارعه وقلبه يخالف ذلك فإنه لا تثريب عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لذلك اهتمام الإسلام بالقلب اهتمام عظيم ولذلك كان جل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك أو كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم بل إن الله جل وعلا جعل السلامة من عذابه يوم القيامة بعد رحمته سبحانه وتعالى من خلال القلب الذي بين جوانحك من خلال القلب الذي يخفق بالحياة فيقول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الصلاة عندما يقف الإنسان ينبغي أن يكون يقبل على الله جل وعلا بقلبه لا بجسده لأنه لا معنى لذلك عندما يكون الجسد حاضرا والعقل وقلب ليس بحاضر بحال من الأحوال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى قضية مهمة تتعلق بالقلب فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أنوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لذلك ما الذي يحمله الإنسان في قلبه اليوم لابد أن يدرك المسلم وتدرك المسلم أيضا لابد أن ندرك بأن العواطف في الإسلام ليست فوضى إنما العواطف من خلالها يبلغ الإنسان درجات عظيمة عندما يكون صادقا في عواطفه عندما يكون متجردا لله في عواطفه ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة والإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة فيسمع تلميذه الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله قال تحب الصالحين وأنت منهم لعلي أن أنال بكم شفاعة وتكره من تجارتهم معاصي حماك الله من تلك البضاعة إن القرآن أول ما يصنع الإنسان يصنعه صناعة أن الصلاة أول ما تصنع الإنسان تصنعه صناعة قلبية لذلك هذه قضية مهمة ينبغي أن ننتبه إليها ومن أراد أن يحفظ كما يقال من أراد أن يحفظ قلبه سليما لابد أن يحفظ مدارك التلقي عنده تبقى سليما السمع والبصر المدارك التي هي من خلالها تصل إلى القلوب ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تكفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولذلك الذين يغيرون صدور الآخرين حتى يفرقون بينهم لأن الإنسان دائما أبدا يتأثر بما يسمع إما سلبا لا قدر الله وإما إيجابا بتوفيق الله جل في علاه هذه الصلاة هي صناعة قلبية قبل أن تكون صناعة جسدية وإن كانت الصناعة الجسدية بمحاور الصلاة الخمسة التي تصدع المصلي عندما يقفه بين يدي المولى سبحانه وتعالى والصحاب عندما كان صادقا والصحابة كلهم صادقون رضي الله عنهم وعرضاهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاعر الصدق التي يحملها يبكي يقول الرسول عليه الصلاة ما الذي يبكيك قال يا رسول الله إنني أشتاق إليك في الدنيا فآتي فأراك فتذكرت الموت وما بعد الموت ولعلي إن كنت في الجنة لا أراك إلا قليلا لأن المشاعر صادقا والله يعلم إذا بالمولى جل وعلا لا يجعل هذا الأمر للصحاب فقط إنما جعله للأمة بأسرها فأنزل الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السبعة الذين البكاؤون الذين جاءوا صدقا بمشاعرهم يريدون الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه مضوهم يبكون وفي حقيقة الأمر ليس الدمع الذي يظهر من خلال يعينه فقط إنما المشاعر الصادقة التي يحملونها ثم ضلوا في المدينة وقلوبهم ومشاعرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ولسان حالهم كما قال ذلك المحسور عندما رأى الحجاج يحرمون ويهلون إلى الحج وهو قد أقعده العذر ولكن المشاعر التي يحملها صارقة قال يا سائرين لبيت الله قد سرتم أنتم جسوما وسرنا نحن أرواح إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك يقول للصحابة إنكم ما سلكتم واديا أو شعبا إلا كان لإخوانكم في المدينة مثل ما لكم من الأجل سواه قالوا يا رسول الله وهم في المدينة قال نعم وهم في المدينة غير أنهم حبسهم العذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إننا نسأل الله جل وعلا أن نكون صادقين في مشاعرنا بما يرضيه ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام فإن القلب بالمشاعر الصافية النقية يبلغ صاحبه بفضل الله جل وعلا إلى منازل عظيمة أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه أكمل إن شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا قضية القلوب هي القضية المحورية الأولى الأساسية ونحن سنظل بضعفنا البشر ما بين أقبال وإدبار ما بين يعني إحجام وما بين تقدم ما بين طاعة وبين معصي وبين غفلة ويقضى لذلك دائما الإنسان دائما وأبدا ينبغي أن يحافظ على هذه المضغة التي يملكها على هذه المنطقة الحرة التي لا يستطيع إنسان أن يصل إليها إلا بإرادتنا نعن وبالتالي أعظم ما نحافظ عليه أن نحافظ أن نحافظ على أسماعنا فلا تسمعوا إلا ما يرضي ربنا جل وعلا وما يرضي المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه قضية مهمة وكذلك الأعين البصر دائما الإنسان عندما يتلقى معلومة معينة لا بد أن تستقر بعد ذلك صوتا بسمعه ثم تؤثر في قلبه لذلك الله جل وعلا يستوقفنا أمام هذه المسعورية ابتداء بالسمع والبصر ولذلك كانت أمانة الكلمة في الإسلام أمانة عظيمة ولذلك هذه اللسانة التي نتحدث بها إن تحدثنا بأمر يبعث في القلوب الطاعة لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحدثنا بأمر يؤلف بين القلوب يجعل القلوب صافية فإنها من القربات إلى المولى سبحانه وتعالى ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله الله يكرمكم لذلك هذه قضية الأولى الأولى كان يمشي بين الناس بالنميمة كان يؤلب بين الناس في مشاعرهم يكدرها وكانت صافية يفرق بينها وقد كانت متحابة ويعيش نجاسة معنوية أنصح التعبير من خلال حديث ذلك الذي يفرق ولا يجمع من خلال حديث ذلك الذي يمزق ولا يؤلف هذه قضية مهمة ينبغي للإنسان أن ينتبه لمن يجالس ولذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة ويقول لا تخبروني عن أصحابي إلا خيرا إني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن أردنا أن نسلم قلوبنا تبقى صافية بقدر الإمكان لا بد أولا أن نحافظ على وسائل التلقي التي عندنا أن نحافظ على وسائل السمع والبصر فلا نسمع إلا ما يجعل القلوب على صفائها وعلى نقائها الأمر الثالث لا تبقى القلوب صافية إلا من خلال ثلاثة محاور أيضا أي علاقة بين فردين العلاقة الأسرية علاقة الأرحام علاقة المؤسسات العلاقة المجتمعية العلاقة الأصحاب عندما تنطلق وفق ثلاث قواعد عالة ما تكون القلوب صافية النصيحة بستر والسماحة بلا من والصراحة بأدب هذه المحاور الثلاثة تجعل الإنسان دائما وأبدا تغلق على الشيطان سوء الظل وتغلق على الشيطان الوساوس التي من خلالها يجل شيطان الإنس أو شياطين الجن نسأل الله العافية والسلامة الصراحة بأدب والنصيحة بستر والسماحة بلا من لتبقى القلوب صافية بقدر الله بإذن الله جل وعلا والقاعدة الدائمة التي ينبغي أن ننطلق منها وهو أن نكثر دائما بهذا الدعاء اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودايعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وعنر طريقي كي أراه يطيب وعنر طريقي كي أراه يطيب